اه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اه ايه رأيكم يا جماعة لو ننفذ موديل الملاية اه الشيك ده اه ملاية شيك جدا وجميلة جدا هي الخددية بتاعتها رقيقة وشيك وكان لازم تبقى الملاية شيك جدا اه زي ما حضراتكم شايفين كده شكلها طحفة اه اه قبل ما نبدأ نشتغل فيها قبل ما نبدأ ننفذها الناس الجديدة معنا في القناة اللي لسه ما اشتركتوش فعلوا الجرز على الكل دوسوا على الزراء الاحمر وفعلوا الجرز على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد اه وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان انا عايزة الفيديو ده ارتفع لان هو سهل وبسيط وكلنا نقدر نعمله حتى لو ما عندناش فكرة بالخيطة نقدر ننفذه اه يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اليه وصحبه اجمعين اتمنى يا رب تكونوا كلكم في احسن صحة واحسن حالة هنبدأ ننفذ موديل حلو جدا لملاية لو هنفصل زي ما قلنا الفيديو اللي قبل اللي فات لو هنفصل الخددية عن الطقم وحبين نعمل اي موديل يعني انا زي ما قلتلكم كده احنا انا مش هنرتبط بان احنا نعمل نفس الملاية لنفس الخددية احنا ممكن نغير وممكن نعمل اي شكل يعجبنا اه ونختار خددية من هنا او ملاية من هنا باي شكل طيب اه لو انا هعمل الملاية دي لاي موديل اه هحتاج اه مترين ونص من القماش السادة ويه اه احتاج متر الاربع من اه احتاج اه عفوا اه مترين ونص من القماش المنقوش وآ متر الاربع من القماش السادة او العكس على حسب ما احنا عايزين يبقى انا بحتاج مترين ونص ومتر الاربع عايزين تعملوهم كلهم آآ سادة عايزين تعملوهم كلهم منقوش عايزين تعملو آآ جزء منقوش وجزء السادة لو هنفصلهم ونعملهم منقوش وسادة آآ يبقى هيبقى مترين ونص متر الاربع طيب ده في الطبيعي لو احنا بنعمل موديل آآ هنعمل موديل الخددية مختلف. طيب في حالة ان احنا نعمل نفس الطقم هنعمل ايه? انا اخدت دلوقتي آآ الخمسة وخمسين سنتي او اتنين وخمسين سنتي عملت بهم الخددية من اتنين وخمسين لخمسة وخمسين عملت بهم الخددية. تمام? آآ شلت منهم الجزء ده اللي انا قلتلكو هنعمله في الملاية. ده اللي طلع من الخدديتين. اهو. انا هوريكو دلوقتي انا هعمل فيهم ايه الجزء اللي تلع من الخدديتين معايا مترين وربع اه وماش سادة واخدت مية وتمانين اه سنتي عملت منهم طلعت منهم مخدتين خدت تلاتة وتسعين طلعت منهم مخدتين الجزء اللي تلع معايا اه خدته كملت بيه عشان اكمل بيه اه الكورنيش واخدت اه اربعين سنتي عشان اعمل بيهم الكورنيش بقى انا اخدت اربعين سنتي بعرض مترين واربعين هكمل عليهم برضو اربعين سانتي بطول مية وتمانين اللي هو طول المخدتين لان انا هنا مش هاخد خداديات احنا دايما بنعمل بناخد من المية وتمانين خداديا انا مخدتش خداديا انا اخدت باقي الكورنيش وفي حتة من الجنب شلتها مش محتاجنا خلاص يبقى دول المخدتين والكورنيش عرض القماش ومعاه مية وتمانين سانتي اهو ادي عرض القماش وادي المية وتمانين سانتي اللي تلعو من المخد خلاص هنبدأ نشتغل بيهم اول حاجة انا هعملها همسك الجزء ده اللي انا عملته اه قطعت منه وشلته من الخداديا هو على عرض حوالي متر وخمسة زي ما اتفقنا كده او متر وثمانية قسمتهم كده على خمسة قسمتهم كده بالطريقة دي كده على خمسة يعني عملت ايه اهو عشان نشوف تاني مع بعض تانية القماش كده نصين وخليت النص ده كده يبقى قد النص ده هاتني كده القماش كده اهو وهاتني دي كمان كده اتقسمت معايا على خمس شرور طيب هافتح الخمس شرايط دول من بعض بسم الله برضو هافتح دول من بعض وهشبك الخمس شرايط دول في بعض عشان اعمل بيهم الكورنيش كده معايا ادي تلت شرايط وهافتح دول عشان يبقوا شريتين كل اللي انا هعمله بالوقتي ان انا همسك الشرايط دي اشبكها في بعضيها واتنيها كلها بالدواسة بتاعة التانية الرفيعة اه بالدواسة بتاعة التانية الرفيعة انا حابة بس اركب الدواسة انا افتكرت وانا بتكلم عشان كده سكت ان كان فيه متابعة بتقولي بنركب الدواسة ازاي انا هحاول اوارديكيو احنا بنعمل ده بنركب الدواسة ازاي هشبك دول بس ببعض كده الاول اهو همسك اول شريتين كده معلش يا جماعة سامحوني الناس اللي طلبت حاجات وانا ما عملتهاش وانا تعبانة يرجعوا يقولوا هاي تاني في الكومنتات عشان انا بصراحة نسيت والكومنتات تاهت مني اللي طلب حاجة وانا ما عملتهاش تفكرني بيها انا دلوقتي افتكرت ان كان فيه متابعة طلبة مني ان انا اوريها الدواسة بتركب ازاي كده ركبت اول شريت كده هون في بعض همسك الشريت التاني وهشبك كلهم في بعض ازاي كده شبكت كده الشريت ده كده في بعضه عمل معايا شريت طويل هبدأتني انا معايا الدواسات دي بتاعت التانية دي دواسة التانية العريضة ودي دواسة التانية الرفيعة الدواسات دي على فكرة متوفرة عندي الدواسة دي باربعين والدواسة دي بخمسة وخمسين وفي مقاس تالت عندي اللي هو بتاعي الطرحة المقاس ده برضو باربعين بتاما ده عشان دي دواسة تايواني تمام؟ طيب انا محتاجة ان انا اتني الشريت ده يا بالدواسة دي يا بالدواسة دي انا هتنين مراتي بالدواسة العريضة معايا ان انا بحب اتني الشريت بالدواسة الرفيعة ولكن انا معايا هنا يعني وصلوة كتير فوانا ما حبش اعمل وصلوة دي على فكرة بس انا عشان انا اخذت باقي الخدادية بدل ما القماش يعقد عندي وجيب غيره عشان يبقى شريط. لا انا فضلت ان انا استخدم استغل الحتة اللي طلعت دي واستخدمها هي وعملها هي. تمام? آآ فانا عايزة اعمل الدواسة بتاعت التانية العريضة عشان كده. عشان الديقة دي هتديقني وانا بتنين. خلاص? طيب المتابعة بقى اللي قالت لي آآ الدواسة بتركب ازاي. فيه هنا في الجنب مصمار. للأسف انا آآ الكاميرا فوقي كده زي ما حضرتك شايفة. فيه هنا في الجنب كده مصمار. انا بمسك المفاك بكل سهولة وبفك المصمار ده. اهو. بتدخلع معي الدواسة بالطريقة دي كده. هي ليها جنب هنا كده اهو. الجنب ده كده اللي بيدخل فيه الجزء المعدن ده او العمود ده. بندخلوا فيه اهو الجزء ده كده. بندخلوا هنا كده عند المصمار. وبعدين بربط المصمار. هي بتتركب سهلة جدا جدا على فكرة. برضو كان فيه متابعة بتقول لي ان انا مش عارفة ادخل القماش مش راضي يشتغل معايا يا ببرم. هو برضو بيشتغل بسهولة جدا وفيه فيديو آآ لو افتكرت احطولكو في السندوق الوصف لو نسيت آآ حاول اتفكريني. انا بتني القماشة كده. بتني القماش من حرفه كده. وبعدين ببدأ ادخله في الجزء اللي بمشي شوية لأول خطوة كده بالدواسة بتاعة المكنة. وبعد كده بتني على الجزء الملولي وده بتني الجزء بتاع الحرف القماش. اهو كده. كده. بص حضرتك اهو. طالع بالطريقة دي كده. سهل جدا وبسيط. انا هتني الشريط ده كله للاخر. وبعدين هاجي عشان نشوف نعمل تاني. تانية الجزء ده كده آآ بدواسة التانية العريضة. آآ برضو هنفكها بنفس الطريقة. اهو. بفك المصمور كده. يا دوب بفكوا شوية صغيرين كده. والدواسة بتنزل معي. وبعدين هركب الدواسة التانية مكانها اللي هي بتاعة الخياطة عشان هنخيط. ونكمل بقية الشغل بالدواسة العادية. اهي. بتتركب وتتخلع بكل سهولة. اهي. كده ركبتها. تمام? طيب. انا عملت تانية الجزء ده وعملت الشريط كله وشبكته في بعضه. انا عايزة اشبكه في السادة ده. ولكن انا محتاجة اعمل في السادة ده حاجة الاول. آآ زي ما قلت لحضراتكم كده انا عملت السادة ده من المصرية. اولا عشان اقول لكم ان المصرية بتدخل مع العمرية ماتشنجة عادي. ما فيش اي مشكلة خالص لو احنا عايزين نقلل قلمة الطاقم شوية يعني مش قيمته تمنه. لو احنا عايزين نقلل تمنه بنستخدم المصرية بدل العمرية. السادة. آآ طبعا ويفضل ان احنا نستخدم العمرية. آآ لكن انا بدخله السادة. آآ من ناحية عشان نشوف ان احنا ممكن يدخل السادة عادي هو ونفوش اي مشكلة خالص. ومن ناحية تانية لان انا مستخدمة الجبيرة دي. الجبيرة دي غالية. فانا لو استخدمت عمرية واستخدمت الجبيرة الغالية. الطاقم سعره هيعلى. وهيبقى غالي على الزبونة. فانا يعني عشان اعمل آآ تناسق كده في في الطاقم يعني ويبقى شيء جدا في نفس الوقت تمن ومش مرتفع جدا. آآ فكرت ان انا بدل مع اعمل عمرية اعمل مصرية وادخله الجبيرة الغالية. طيب انا هعمل ايه دلوقتي? انا همسك الجبيرة دي. وهبدأ اعمل آآ اركب على الكورنيش ده. انا عملت فيها ايه? ركبت آآ الاتنين مع بعد اللي هو الجزء اللي انا طلعته من المية وتمانين سنتي. آآ بتوع المخدات. وآآ قفلتهم وعملتهم اوفر. وهبدأ امسك حرفهم كده امسكها من الحرف كده. وحط عليها الجبيرة زي ما حطتها على الخددية هحطها على السادة ده. طبعا زي ما بقول لحضرتك لو مش عايزة تكلفي او هيبقى غالي عليكي تقدر تستخدمي فل تستخدمي آآ جبيرة الفيعة استخدموا اي حاجة تعجبكو على حسب المتاح. لأ هي كده احنا عايزين الجنب التاني عشان الجنب ده آآ على ظهره. هشوف كده الجنب ده. هبدأ احطه كده. وامشي عليه كده. طبعا احنا لما بنيجي نمشي على الجبيرة عشان الجبيرة ما توربش معانا بنمشي براحتها خالص. يعني ببدأ هنحط كده اهو. وبمشيها براحتها خالص. كده. همشي واحاول اخليها ما توربش معايا وانا ماشي. همشي كده للاخر. حكبنا الكورنيش كده بصوا حضراتكو. يعني بصوا حكاية. ملقاش حل. شكلها طحفة جدا جدا جدا. يعني شكلها عالطبيعة انا مش مش قادرة وصفلكو هي جميلة ازاي. طيب. هنعمل ايه بعد كده بقى? هنجيب الكورنيش اللي احنا عملناه ده. وهنبدأ نحط وش كورنيش على الوش. كده. احط كده معايا الوش اهو. على وش ده. وابدأ اركب ده. كده. اهو. عشان يبقى معايا المنظر كده. خلاص. هركب الكل ده الكورنيش ده كده. وهعمله اوفر. ونيجي عشان نكشكش الجزء ده كده ونركبه للميلاد. اه وده كده الشكل بعد ما ركبت الشريط. طبعا احنا اه اتفقنا بلكده ان احنا واحنا شغالين. ممكن نغير الفكرة. ممكن نغير حاجة. ممكن بقانوين نعمل حاجة ونغيرها. اه انا وانا بركب الشريط ده كده. لحس ان الشريط ده هيبقى اطول من 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 الكورنيش ده. يعني الشريط ده كده. انا لما قصيته طبعا انا قصيته وشبكته كله في بعضه زي ما حضراتكم شفته. لقيته اطول من من الكورنيش ده. عملت ايه? عملت كسرات كده على ابعاد. اهي. كسرات كده بقيت اكسر فبقى عامل زي الكورنيش. يعني بقى كاله كورنيش. مع ان انا كنت نوية ان انا ركبه يبقى كتعة متركبة كده. لما لقيت في حيطة قماش هتتريمي عندي او هتبقى ملهاش لازمة. زودتها وعملته زي كورنيش تلع شكله اشيك كتير جدا. تمام? اه طيب جيت هنا اه مسكت الشريط من فوق كده. عملت له كسرات على خفيف كده عشان اه نركبه في الملاية. برضو بعد ما عملت الكسرات لقيت ان الشريط هيبقى اطول من متين واربعين. فكل اللي هعمله انا مش هيد اه كشكشته تاني ولا هعمل حاجة. انا كل اللي هعمله ان انا وانا بركب الشريط في في الملاية او الكورنيش في الملاية هكشكش وانا ماشي. هنجيب كده الملاية. انا تانية الملاية من التلت جوانب. هخلي الناحية اللي فيها البرسل دي كده. بالوش كده هنا. اهو. كده. عندي الظهر اهو قدامي. الوش هو اللي هنا. الوش اللي انا مركبه فيه الجبيرة هو اللي هنا كده. انا طبعا بما ان انا تانية هنا. انا عايزة اخد دي كده عشان انا مش عايزة يبقى باين. فانا هاخد دي كده عشان ابقى اتنيها. تمام? هعمل كده. هيزود حوالي سباعين كده. واتنيهم كده. عشان انا مش عايزة يبقى باين معايا. اهو. وهبدأ اركب الكورنيش ده كده. هاجي بقى وانا ماشية. ابدأ اعمل قصرات عشان اخلي الكورنيش يبقى قد بعضه. تمام? همشي كده وهعمل قصرات وانا ماشية على خفيف قوي. لحد ما لايك الكورنيش بقى معايا امتين واربعين سنتين. اه وبعد ما ركبت الكورنيش اه في الملاية. اه بقى ده شكل الملاية النهائي. اهو. ده شكل الكورنيش. اه شكله شيك جدا. هحاول لما التقم يخلص هسورهلكو اه على الطبيعة على السرير عشان تشوفوا شكله. اه وهعملهلكو فيديو من الفيديوهات القصيرة اللي هي بتبقى اقل من دقيقة. اه عشان تشوفوا شكله على الطبيعة شكله شيك جدا وجميل. اه نفذوه هيعجبكو جدا ان شاء الله. اه بتمنى لكم التوفيق اشوفكو على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة